موسيقى بالعودة للجوائز الأفضل لعب في العالم التي تطلقها والتي تعطيها وتمنحها فرنس فوتبول أعتقد أنه كانت متوقعة على اعتبار أن ليوني الميسي كان متوقعة أنه توج بدل الجائزة هذا على اعتبار أنه هو المتواجب المونديل الأخير وعن الأداءات دياله سواء مع باريستان جيرمان أو حتى بعد رحيله إلى البطولة الأمريكية في حين أن جائزة أفضل حارس في العالم لقيت مجموعة من الانتقادات وسخرية كبيرة سواء في الوطن العربي وحتى كبار المحللين نذكره من أرسن فينجر الذي قال بأنه من الظلم عدم منح جائزة أفضل حارس ليسين بونو على اعتبار المصار الكبير سواء مع المنتخب الوطن المغربي في مونديل القطر الذي كان في المرتبة الرابعة والأداءات دياله لأنه توجه بجائزة أفضل حارس لمبارتين في مونديل القطر أيضا الإنجازات دياله مع إيشبيليا رح يفضع على الليغة للموسر المماضي ثم الحصول على الأداءات دياله لا ننسوش أيضا توجه قبل سنة بلقب زامورا بالدور الإسباني متوفقا على كبار حراس مرمى لاليغة تيرشتيغن وحارس مرمى ريال مادرد جميع المتتبعين والمحللين كانوا يعتقدون أن جائزة ياشين الخاصة بحراس المرمى ستمنح لياسين بونو إلا أن المنتظمين وجائزة والمجلة الفوتبول فضلت مليانو مارتينيز الأرجنتين الأعطبار الإنجاز الوحيد اللي حققه هو المونديال دير القطر حتى الظهور دياله ما كانش ظهور استثنائي كحارس كما تقوله بيين بصورة كبيرة في المونديال باستثناء اللقطة والتدخل الأخير في نهائي أمام منطقة فرنسا تدخل الانفيرادي أمام مهاجم فرنسا شي اللي خلا ربما هاد الجائزة تمنح لياسين مليانو مارتين زوة تتوجه بكأس العالم وهذا معطى احنا أنا من وجهة نظري كانت منه يعني المعايير ديال الاختيار ديال أحسن الحارس تكون أكثر إنصاف وأكثر عدل كما قلت في البداية الأداءة ديالياسين بونو سواء في لاليغا سواء كأس العالم قطر كان يستحق وهذا منح وإعطاءها الحارس الأرجنطيني نظر لتتوجه فقط بكأس العالم حتى الدور الباهيت مع فارق ديالو في الدور الإنجليزي يعني ما كانش أنه يستحق هذة الجائزة في نظري ياسين بونو كان هو الأولى بهذه الجائزة ربما ومايا السواد الأعظم المتتبين أنه ياسين بونو تعرض لدول من خلال منح الجائزة للحارس الأرجنطين بالنسبة لي واش ياسين بونو الحارس المغربي واش تضلم بأنه ظلم ما كانش بحكم أنه الأداء ديال ياسين بونو ولا حتى المنافسة الشريسة اللي كانت عنده مع إيميليانو مارتينيز اللي هو الحارس ديال منتخب الأرجنطيني فطلحت بأنه الفوز بكأس العالم لعب واحد دور كبير يعني التصديات ديال مارتينيز تهي لعبات واحد دور كبير وتيبقى التصدي ديال مارتينيز ضد منتخب الفرنسي واللي كان هو السبب فإنه يعني أهل ويخلي المنتخب الأرجنطيني ياخد كأس العالم فهدف حد داته تيسوى مجموعة ديال يعني ديال المصارات ديال العبل ديال العالم كاملين اللي داست في هدل العام فالف الحقيقة يعني تصدي اللي حبس برجله ففرح شعب وحزن شعب آخر وبلوكاب زفت الناس المعجبين ديال الارجنتين كامل على مستوى العالم كلهم اضطر فيهم هدك الهدف فالتأثير ديال مارتينيز بدرجة كبيرة في كأس العالم كان أقوى من التأثير ديال بطبيعة الحال احنا كام غربة مكرا جميع اللاعبين المغاربة انهم يحصدوا الألقاب سواء الفرضية أو الجماعية ونشوفوا دائما اللعبة ديالنا في منصة تتويج وكذلك المنتخب بالإضافة للمنتخب ولكن تيبقى شوية ديال الواقع بعيدا عن العاطفة فإما مارتينيز هو الحارس ديال المنتخب اللي يحصد كأس العالم مارتينيز هو أول حارس في كأس العالم فطبيعي جدا أنه يكون هو أول حارس في جائزة ديال تلياشين بطبيعة الحال ما ننسوش واحد العامي الاخر مهم هو أنه ياسين بونو التكلاسة هو 13 بالنسبة الكرة الدهبية والتي يصوتوا فيها المدربين والخبراء ديال الكرة والمهتمين الكراويين ولكن بالنسبة الجائزة ياسين فهي جائزة ديال الجمهور وإحنا تنعرف الإقبال على المنتخب الأرجنتيني والجمهور ديال اللي كان على مستوى أنحاء العالم فضروري كان عدي يكون تهيئة عندها واحد تأثير كبير نتمنوا وفي نفس الوقت كيفما كانت يقول بونو هو براسه كنا هيم قصرين حتى القراسه هو 13 في الكرة الدهبية وهو الثاني كأحسن حارس في العالم أنا تيبالية ماشي لديك الدرجة هو كون الدهاء كنا عدي نفرحو بها بطبيعة الحال وعدي نفرحو أنه ياسين بونو كلاعب مغربي ادى الكرة الدهبية أو لدى جائزة أحسن حارس ولكن بالنسبة لي أنا كيفما قلت في الأول فمارتينيز تي بعيدا على العاطفة وبعيدا على تمغربية الوطنية ديلتنا فكرويا مارتينيز يستحق أنه يدي أحسن حارس بالأداء الخرافي ديله في كأس العالم وكذلك الأداء ديله في النهائي يكفي كيفما قلنا اللقطة اللي أحزنت الفرنسيين كاملين واللي تصدى فيها الهدف ديل تعادل اللي كان ممكن أنه يدي المباراة لواحد المسار ولكن التصديد ديله خلا كأس العالم تبقى في الأرجنتين بخصوص سؤال جلوش تعرض الحارس المغربية سينبونو الطلم في الجائزة جل الكرة التابع فرع لجناندو من ناحية العاطفية ونحن كاما مغاربة فرع بالفعل أجنجو فجال وكذلك أجنجو بليرا أنه يستحق المرتبة الأولى في جميع المستويات ولكن لجناندو بلغة جل أرقام منطقيا الحارس الأرجنتيني مارتينيز وحصد أرقام كتر من ياسينبونو خصوصا لأفكاس العالم خصوصا نؤكد على التصديد التاريخ الذي تعتبر تاريخي في النهاية ضد المنتخب الفرنسي في التقائق الأخيرة الذي غير المجرى جل النهاية كاملو يعني كنت تسجل لك لأفجي التقائق كان العالمي ستحسن من المنتخب الفرنسي ولكن هذا لا يوجد منعش أنه لا يوجد إزال الأول أو الأخيرة فرح ما زال لمستقبل قتمية سينبونو يعني ما زال يقدر يحصد أرقام خرى يعني ما زال جوائز خرى وإحنا كامغار براج ما كنتمنى الخير اللاعبين جيالنا أنهم دائما يكونوا في منصات تتواج من رتابة الثالثة مرتابة جدا وليس رفع وحارس مارتينيز كما قلت لك رادا كتصت الليدار وراد يحب حدو يقدر يحسم لها جيك الجائزة جل القفز الدعابي ترجمة نانسي قنقر